على عكس الأعوام الماضية أصبحت مدينة مأرب مستقرا وملاذا للقادمين من مختلف أنحاء اليمن والذين ذهبوا إليها بحثا عن أشياء كثيرة فقدوها ومع حلول عيد الأضحى المبارك تحولت أسواق المدينة إلى ملتقا للبضائع الواردة من مختلف البلدان والسكان الآتين من وجهات عدة والذين لم ينسوا الثناء على المساحة الآمنة التي وفرتها المدينة وأهلها نحن نازحين من كل مكان لقينا الأشياء متوفرة في مأرب مأرب أحلى بكثير على الأقل لمسنا دولة ولمسنا نظام وقانون وأمان وهذا ما يطلبه المواطن ليس في مأرب ولكن في كل محافظة من محافظات الجمهورية الإيمانية وتشهد مرافق مأرب ازدحاما لم يؤثر على أسعار السلعة التي حافظت على استقرار النسبي في ظل تدهور ملحوظ تشهده مناطق أخرى كما فشلت المعارك الدائرة في مناطق قريبة من مركز المدينة لتعكير صفو الحياة أو في منع الأهالي من التحضير لاستقبال أفراحهم وإحيائها وسط ما يحيطه من أحزان رغبوا بالهروب والنجاة منها